المحكمة العليا في أمريكا المحكمة العليا في أمريكا والزوجان الحماران والشاهدان كفار لأن هذا معلوم تحريمه من الدين بالضرورة وكون دولة كافرة خصت هذا ليس حجة حجة واهية نعم هذا لواط وهو معلوم من الدين بالضرورة نعم يرون عن عبد الملك ابن مروان أحد خلفاء بني أمية معروف عبد الملك ابن مروان ويقال أبو الخلفاء لأن أكثر خلفاء بني أمية إما من أبنائه ومن أحفاده يقول لولا أنه ذكر في القرآن لما قلت أنه يقع في هذه الأمة يعني معلوم حتى عند عوام الناس بالله عليكم لو سألتم عجوزا من عجائز المسلمين التقياس عامية فقيل لها فلان من الناس يريد أن يتزوج رجلا هل تظنون أنها تكف دون لعنه والله ما أظن أنها تكف دون لعنه فتلعنه وتسبه نعم أقول هذا معلوم من الدين بالضرورة معلوم من الدين بالضرورة والنكاح استحلال لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم سرية والحديث السنن صحيح بقطع رأس رجل نكح امرأة أبيه يعني فرقوا بين النكاح وبين مجرد الفعل افهموا هذا فرق بين الأمرين فالنكاح الرجل زوجة أبيه سواء طلقها ومات عنها هذا استحلال لها كذلك من يتزوج الرجل مثلها هذا وهذا لا فرق بينهما فلا يختلط عليكم فعل الزناء فسق ومن استحله عالما عامدا اجتمعت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع وكان الاستحلال بصريح القول هذا يكفر أما من فعل الزناء مجرد الفعل حتى لو يزن بمئة امرأة هذا فسق يجب عليه التوبة منه وهو يعني نعم وهو واقع في مغضب مما غاضب الله عز وجل وقد فصلنا مثل هذه الأمور أما واللواط كذلك فرقوا بين فعله وبين النكاح فمن نكح رجلا هذا مستحل له شاء أم أبى النكاح الآن نحن بما استحللنا زوجاتنا خذناها أخذناهن بأيديهن المبوطة بأبائن بماذا بماذا بالعقد الصحي هل يس كذلك وهذا عقد قال يعمل له عقد ففرقوا بارك الله فيكم يا طلاب العلم وكذلك من الحاضرين المستمعين وطالبات كذلك فرقوا بين الأمور المتشابهة نعم تلت